معي الموضوع ده. يلا. ليه بقى؟ ليه؟ السوشيال ميديا النهاردة ومنصات المواقع الرياضية كتب التفاصيل مهمة جداً ليه علاقة باللي قاله دلوقتي أستاذ عبد المنعين فاهمي؟ لأنه هنبدأ مع بعض نشوف اللي الكتب في منصات المواقع الرياضية على الفيسبوك وعلى منصة اكس هنبدأ معاك مثلا بحساب الوطن سبورت. نبدأ نبدأ. حساب الوطن سبورت على منصة اكس قال الاهل يرفض رحيل قدامنا هوا على الشاشة الاهل يرفض عروض رحيل خمس نجوم في يناير خمس نجوم مرة واحدة؟ خمس نجوم في يناير وتقال لك إيه؟ إن فيه عروض جات مثلاً لمين؟ أنت بتتكلم على إمام عشور وهو سام أبو علي وأحمد نبيل كوكا ومرونا عطية وحسين الشحاد خمس لعيبة جالهم عروض أنا بقول لك الخمسة مفيش عروض رسمية بس أنا كنت لسه أقول لك اللي نفسي حكاية أو لو فيه عروض رسمية أكيد الأهل هينقشها أكيد الأهل يبص فيها الأول وشهدوني عاملة إزاي؟ ما أخلي بالك خلي بالك في حاجة برضو مهمة هو أنا لو جالي لعيب مثلاً جالي بعشرين مليون دولار هرفض؟ لا طبعاً مش حرف رقم زي ده ما ترفضش مثلاً عشر مليون دولار تمانية مليون دولار بالعكس أرقام دي مهمة جداً أنا ممكن بلاء برقم زي ده أجيب أحسن لعب أجيب لعب بديل واثنين وكمان وثلاثة نفس الحكاية لك في النهاية أنك تقول لي جملة خمس لعيبة مرة واحدة يمشوا من نادي الأهل في التوقيت ده وخمسة منهم يعني كوكا سواني بس جالوا حاجة كده سواني بس نادي أخلي واحدة واحدة هو يناير جي لا لسه قدامه قد إيه؟ حوالي 40 يوم أو 50 أو 40 يوم شمانة دلوقتي يعني هو حتى اللي هيقدم العرض هيقدمه دلوقتي قبلها ب40 يوم ولا يستنى لما ييجي مثلا شهر يناير ويتناقش وشوف الناس اللي عودة تنتهي ويقدر يمضي في يناير اللعبة اللي عندها استدادة تمشي اللعبة اللي عندها المدير الفني مش عايزها ولكن احنا بتسبب عشان تأبص هوافش في يناير انت عارف القصة دي كويس وأنا عارفها كويس الشغل الترند وشغل بقى المكاسب من بس مش الترند بتاعنا لأ مش الترند بتاعنا وشغل بقى السوشيال ميديا وشغل ازاي أكسب من الخبر وازاي الخبر يجيب لي فلوس وازاي مشكلة كبيرة جدا بخلينا نقول أي حاجة وتفتح الخبر العنوان تلاقي المتن مختلف تماما عن الخبر تلاقي أعزمات كتير جدا دي محتاجة مع الأسف الشديد يعني جمهور واعي جمهور فاهم بيعرف بقرأ ايه وعارف بقرأ ايه ويعرف ايه المصدر بالنسبة له وعارف ينتقل أخبار اللي ممكن يكون فيها نسبة صحة بيعرف الصحة اللي فيه وعرف الخطأ اللي فيها الجمهور ده دلوقتي مش كله عارف كل حاجة يعني جمهور لا خلاص بقى تعلم مفعال فيش الكلام ده بتاع زمان الخبر يتقاله قدام وتصدق فيش الكلام ده طيب تعال نشوف مع بعض برضو حساب كورة بلس على منصة اكس وهنا خبر متعلق بواحد من نجومنا المحترفين في الدورات الأوروبية واللي برضو الناس ربطت إمكانية انتقاله لأحد الأندية إلى النادي الأهلي وهو أصلا عنده عرض من لستر سيتي يعني كورة بلس بيقولك حقيقة مفاوضات لستر سيتي اللي ضمه مصطفى محمد في الانتقالات القادمة مصطفى بيلعب في نام تعامل مصطفى متميز مارتن نجلوفر رئيس السكاوتينج والمسؤول عن التعاقدات في لستر قال نعرف مصطفى محمد بشكل إيجابي بنرأبه بشكل فعلي ضمن اللاعبين بنرغب في التعاقد معهم لكن لا يوجد أكثر من ذلك في الوقت الحالي تصرحات منطقية ولكن في وسط التصرحات دي كان دايما الناس بتتكلم على فكرة أصل الأهل بيفكر في مصطفى محمد خلي بالك ما هو برضو ارتباط الاسم اسم الناد الأهل باسم اللاعباء بيعليها يعني حتى لو اسمه عالي هو حتى لو في نادي كبير بيعليها أكتر أنت بتكلم فهو الأهل الأهل عمل مشكلة عمل مشكلة مشكلة حلوة مشكلة وحشية مشكلة لزيزة ما تقلقش الأهل اسم برندة عالمي اسم كبير مش بجمله يعني عشانا في قناة الناد الأهل بالعكس اسم كبير الناس كلها عارفها الناس كلها عرفت قيمة الناد الأهل بمشاركاته المستمرة في إفريقيا مشاركاته في كاس العالم للأندية بوجوده في محافل دولية كبيرة جدا فخلى كل الناس بتنظر إليه فبالطالي ارتباط اسم الناد الأهل بلاعب معين ده نجاح لللاعب ونجاح للنادي يعني لما اسم زي ده مصطفى محمد اسم كبير دلوقتي يعني في طريقه إلى العالمية لو فيه بعض الأمور تزبطت معاه اسم كبير ارتباط اسمه بالناد الأهلي مش عادي جدا بالنسبها لأن الناد الأهلي يمكن يفوت أي حد لو شايفه في إمكانياته المدية ومكاناته الفنية وقدراته الفنية مناسبة الناد الأهلي وقدراته المدية مناسبة ايه المشكلة ايه الازمة بس سيرغني بس رحصت ان دلوقتي بتكلم على العروض في الدورة الإنجليزية. ولقيت قيمته التسويقية وصلت مثلا لسبعة مليون. دا هو نفسه مش حقا. أنك صحفي. هل ممكن أبقى مقتنع أن خبر زيدي دي. ها. 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 مقتنع. عشان يضرب. عشان يضرب. عشان يضرب. عشان يبقى عندي خبر حلو جدا. أو عشان رئيسه يرضى عنه. وأنه جاب له حاجة في سوشال ميديا. جاب له. جاب له فلوس. جاب له 20 جنيه. 30 جنيه من خبر وراء خبر. يبقى حاجة كويسة جدا يعني. طيب. حساب اليوم السابع على منصة X النهاردة. كانوا مهتمين يتكلموا على أشرف داري. ومدى جهازية أشرف داري ليه خلال الفترة اللي جاية. تعرف على موعد انتظام أشرف داري في تدريبات الآلي. وقالوا أن أشرف داري بيواصل تدريباته التأهلية للتعافي من الإصابة بالتوقف للأنكل. والجهاز الطب رفض الاستعجال في الدفع به في المباريات والتدريبات. وحنا قلنا الكلام ده على مدار الأيام اللي فاتت. ولكن ممكن هيكون متاح للتدريبات الجامعية أول ديسمبر. عارف مشكلة أشرف داري إيه؟ إن اللي بتكلم حوالي كتير. يعني أنا بصراحة هو خارج الناد الأهلي. هو من خائم يعني الأمر خارج الناد الأهلي. ولكن هو من داخل أسرة مين؟ أسرة أشرف داري. المفروض هو لسه معرفش يعني نظام الناد الأهلي ونتقل الناد الأهلي إيه؟ فكل حد بيطلبه في مدخلة بيدخل يتكلم ويتكلم 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 فبيتكلم كتير جدا وينفي ويتكلم. نعم. نعم. ما يتكلم لا. مش يقلل. ما يتكلمش فيه إعلام ممكن ياخدل التفاصيل تانية. ما يتكلمش خالص أساسا يعني تفاصيل الإصابات والحاجات دي يسيبها للجهاز الطبي للناد الأهلي. لأن هو المعني والمسؤول الأول يدفل الحديث عن كل تفصيلة خاصة بلعبته. أنت بالنسبة لحضرتك شكرا جزيلا أنت عايز ابنك يبقى مستوى يرجع لمستوى تاني. ما فيش إصابات. عايز يرجع المتخب المغرب تاني. يبقى خليك إيه. خلي تصريحاتك دي في نطاق السرية التامة. عشان خاطر لما يتم تدول أي أخبار عشرف داري يبقى يتم تدولها بالشكل المناسب اللي بتخرج من نادي الأهلي. وده أفضل لللاعب. وأفضل لأسرته كمان عشان يكمل في النادي الأهلي. إنه مشروع العب كويس جدا. هو الأهلي جايبوا ليه؟ هو الأهلي جابه. زي يبقى بالتالي يعني حتى يكون زي يحيى عطيت الله شوف الرجل يعني. بداياته أي نعم. يعني ممكن تكون ماتش اللي هو السوبر الإفريقي غلطته. كان لسه أول مبارا في الموسمين. بص. أنا حب اللاعب اللي استفيد من خطأه. يعني أنا قلت فاكر اللاعب اللي جهل الزمالك الوردي زكريا الوردي والخطأ اللي بصال بعدها شوف يعتزل يعني. كنت خايف على يحيى عطيت الله أن يحصل له كده. لكن في النهاية أصبح. يعني حسيته نبقى امتالك عقلية جيدة جدا. والأهلي قدر يحتويه. والمدرس اللي هو فيها. وفي التالي الأمر شوفته أنت عندك دولات يلعيب بيشوت الضربات الحرة وكأنها ركلات جزاء. أنا أول ركلات. بتيجي ركلة حرة خارج منطقة جزاء. بأعطيه ركلة جزاء بالنسبة لي. بالنسبة لي حيى عطيته الله. ودي ميزة كبيرة جدا. وهم مميزاته. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. طبع أختم معك بسؤال قبل من روح للمشاركات وسؤالي الحلقة النهاردة. خضر. مجلس المهندس هنا يا بريدة اللي ممكن يكون بتسكية رسمية في الاجتماع اللي جايهم عشر اتناشر. آه. تنتظر منهم إيه. مش ممكن ده خلاص. يعني تبقى للدواية. طيب. تنتظر منهم إيه. ومتفائل ولا بما إنك راجل نقد رياضي وقريب جدا من المشهد ده. شايفوا إزاي. والله بص سريعا جدا أنا العناصر اللي موجودة معها على دماغي مفروضة. أنا الوحيد اللي عرفوا فيهم. اللي أقول السادة إيناس مظهر بحكم علاقتنا يعني في الشغل مع بعض في الأهرام وكده. وهي إنسانة جميلة ومحترمة. لكن خلينا أقولك إن العناصر الموجودة أنا معرفش هيعملوا إيه. فين العناصر فعلا المفروض اللي هم لعب كورة. حتى لو أنت هتجيب لجنة تانية. لكن لا في عنصر لازم يكون فاعل وأساسي موجود. هل شرط يكون في لعب كورة؟. آه. لأنك شرط صاحب قرار خلي بالك. صاحب قرار رسمي. يا عدر أقول عدر أتكلم. فين الحكم اللي كان ممكن أجيبه. هو طبعا خلي بالها. أحضر لك من الحاجات اللي أنت تنفرد بها دايما هو طبعا. عصام عبد الفتاح يرجع مرة تانية رئيس اللجنة. ده شيء أساسي. ياسر عبد الرقوف هيقدم من استقالته أكيد طبعا. بس أنا أقول لك اللي جاي خبير أجنبي. في حاجة في حاجة محمد. الناس مش واخدى بالهم هنا. الكرة المصرية أو التحكيم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي ليرأس اللجنة للتطوير. إنه محتاج رئيس مصري موجود معه. ده يطور وده يحق. معقول الخبير الأجنبي هيعرف أسماء خمس تلاف حكم. ده اللي أخطأ فيه. كانت مشكلة بريرا ومشكلة كراتنبرج. وإحنا عايزين خبير يطور ورئيس مصري هو اللي يمسك المنظومة. فاهمني؟ ده الأهم.